اعلن المكتب الصحفي للكيرون ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن حضر على ارباب العمل الروس توظيف عمال اتراك اعتبارا من الاول من يناير 2016 كما كلف الحكومة بفرض قيود على استيراد بعض السلع التركية فلنتابع هذا التقرير وسط التصريحات المتكررة التي ادل بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حول عدم رغبته في الاعتذار لروسيا عن اسقاط مقتلتها على الحدود السورية جاء رد رئيس الروسي فلاديمير بوتن عمليا بتوقيع عقوبة اقتصادية على تركيا ليكون التصعيد الابرز في الازمة بين البلدين التي بدأت الثلاثاء الماضي قرارات بوتن تضمنت وقف رحلة طيران التجاري الى المطارات التركية ووقف توظيف مزيد من العملة التركية في الشركة الروسية اعتبارا من مطلع العام القادم كما كلف بوتن الحكومة بفرض قيود على استيراد بعض السلع التركية كما اوقفت موسكو العمل بنظام التأشيرات الحرة وامر بوتن شركة السياحة الروسية بالامتناع عن تنظيم رحلة للمواطنين الروس الى تركيا وتجديد الرقابة على شركة طيران التركية على الاراضي الروسية لضمان ان روسيا ومنذ اسقط الطيران التركي المقاتلة الروسية سخوي 24 لم ينقطع التوتر بين البلدين في ظل تمسك موسكو بان طائرتها لم تدخل الاجواء التركية بينما تؤكد انقرة ان المقاتلة انتهكت مجالها الجوي وترفض الاعتذار القرارات الروسية جاءت قبل ساعات من قمة التغيرات المناخية في باريس التي يشارك فيها بوتن واردغان ليكون ردا عمليا على طلب تركيا ترتيب لقاء بين الرئيسين على هامش القمة ترجمة نانسي قنقر